موسيقى أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين أخبار النادي الأهلي كالعادة حيث نتكلم عن أخبار النادي الأهلي محمد الشناوي يتصدر التشكيل المثالي لأولمبياد توكيو 2020 سيستحق موقع سوفا سكور قال أن التشكيل المثالي سيكون كالتالي محمد الشناوي في حراسة المرمى دفاع الياباني يوشيدا والأسباني باو توريس والبرازيلي داني ألفش والبرازيلي أرانا أما خط الوسط الكوري الجنوبي لي دونج كيونج والكوري الجنوبي لي كانج والمكسيكي كوردوبا خط الهجوم الأسباني أويار سبال والمكسيكي فيجا والبرازيلي ريتشاردسون ده طبعا يهمنا أن وجود محمد كابتن محمد الشناوي الحقيقة نجم النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي الحقيقة واحد من أفضل اللاعبين اللي بيلعبوا في هذا المكان كحارس مرمى واختياره في التشكيل المثالي من سوفا سكور أعتقد ده شيء رائع جدا النهاردة وفد النادي الأهلي بيستقبل جيانة فاروق في مطار القاهرة زي ما حضراتكم شايفين الدكتور مهند مجدي وبالمناسبة مهند كان من أفضل لعاب الكراتي في مصر خلال فترات طويلة جدا طبعا داخل النادي الأهلي وكان بطل عالم مهند مجدي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا كان متواجد في استقبال جيانة فاروق وزي ما قلت لحضراتكم الحقيقة النهاردة شكرا لكل العاملين في قناة النادي الأهلي النهاردة الحقيقة عملونا تخطية رائعة لوصول جيانة فاروق إلى مطار القاهرة واستقبالها كالعادة الحقيقة على أوتوبيس مكشوف وكنا دايما موجودين علشان نقول لحضراتكم أو نوري حضراتكم أن احنا عندنا أبطال رائعين يستحقوا التقدير الحقيقة بعيدا طبعا عن كرة القدم ونجوم كرة القدم عندنا بطلة الكراتي الأولمبية زي ما حضراتكم شايفين على أوتوبيس جيانة فاروق سطورة الكراتي طبعا تحية كبيرة لكل جيانة ولمديرها الفني ولكل العاملين في اتحاد الكراتي دكتور أشرف صبحي طبعا كان في استقبال القادمين من أولمبياد توكيو وزي ما حضراتكم شايفين كالعادة الحقيقة قد إيه فرحانة وقد إيه مبسوطة والشعب المصري أو جمهور كبير جدا أخوها طبعا متواجد وناس كتيرة جدا متواجدة في استقبالها حاجة جميلة جدا جدا شرفتي مصر الحقيقة وشرفتينها كأهلوية كل الأهلوية الحقيقة كانوا منتظرينها وإخوتها وكل أريبها وكل أصدقائها كانوا متواجدين معاها والحقيقة كل الناس اتفرجت على استقبال جيانة فاروق والوافد الرسمي المتواجد من النادي الأهلي الحقيقة كابتر محمود الخطيب خد قرار بتواجد وفد رسمي على رأسه الدكتور مهند مجدي ليكون في استقبال جيانة فاروق طبعا في وجود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تستحق الحقيقة التقدير يكفي تقدير سيادة الريس لكل الستة اللي خدوا الميدليات وإطلاق أسماءهم على المحاول الرئيسية في كل المدن لأن ده بالفعل الرياضة شيء هام جدا 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 والرياضة دائما تدعو إلى التسامح والسلام وتدعو إلى كل حاجة حلوة الرياضة ما فيهش تعصب فيها طبعا شوية تعصب وكل شيء ولكن دائما الرياضة هي تدعو للسماحة والسلام أيضا كان متواجد دكتور الأستاذ كابتن رقوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي والكابتن مراد عاصم رئيس جهاز الكراتيف النادي الأهلي وحرصوا على التواجد لاستقبال جيانة في مطار القاهرة كابتن محمود النهاردة الحقيقة أيضا كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بيبحثوا في اجتماعهم اللي ابتدى منذ ساعات تكريم جيانة فاروق تقديرا للإنجاز الأولمبي الذي حققته قال الدكتور سعد شلبي برضو القائم بعمل المدير التنفيذي لنادي الأهلي أن مجلس الإدارة لن يبخل على أبناء المخلصين الذين يرفعون راية مصر في المحافل الدولية وفي مقدمتهم جيانة فاروق بطلة الكراتي وابنة النادي الأهلي مؤكدا أن الكابتن الخطيب يولي هذا الأمر اهتماما كبيرا خاصة أن جيانة فاروق بطلة أولمبية تستحق كل التكريم والتقدير منذ قليل الحقيقة برضو بعتت النادي الأهلي أو لعبه النادي الأهلي اللي منضمين للمعسكر قبل مباراة الإسماعيلي بكرة مباراة صعبة جدا للنادي الأهلي واحد وعشرين لاعب الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وقاليو ديانج والسلية ومحمد مجدي أفشا وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق وولتر بوليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ومحمد هاني دول الواحد وعشرين لاعب المتوجدين في قائمة النادي الأهلي استعدادا لملاقات النادي الإسماعيلي غدا في المباراة الهامة جدا للنادي الأهلي موسيماني بيستبعد حداشر لاعب من مواجهة الإسماعيلي خرج من القائمة بدر طبعا بدر بنون للإصابة بفيروس كورونا ووليد سليمان للإصابة كابتن سعد سمير كابتن مراوان محسن كابتن كريم ندفد محمود متولي محمد محمود ناصر ماهر رمضان بيكا محمد زعلاء وحمد حسن كوكا لأسباب أخرى الحقيقة الخبر ده بالنسبة لي خبر جيد ليه؟ لأن مبارح لما عرفنا أن الكابتن محمد البنة هو أو الكابتن البنة هو اللي حيحكم مباراة النادي الزمالك والاتحاد سكنداري بالمناسبة أقولولي برضو يا شباب المباراة مش يزاي مباراة النهاردة نادي الزمالك كاسباني النادي الاتحاد 2-1 طيب برضو محمد كابتن البنة النهاردة بيحكم هذه المباراة وفي ألفار كابتن محمود البنة بيحكم هذه المباراة مباراة الاتحاد والزمالك النهاردة أيضا أعلنت لجنة الحكام أن الكابتن محمد الحنفي يعاونه كابتن سامي هالهل وكابتن محمود عشور حكما للفيديو في اللقاء المقرر للنادي الأهلي غدا بالجولة 29 للدوري العام المصري يعاون كابتن الحنفي كل من سامي هالهل مساعد أول وشريف عبدالله حكم مساعد وشام الفلال حكم رابع وكابتن محمود عشور حكم فيديو وكابتن محمود وفا حكم مساعد فيديو إحنا قلنا تكلمنا في الأمر ده مبارح تحديدا قلنا يا جماعة الناس اللي في الحكام الفار لازم يكونوا حكام قادرين على اتخاذ قرار لأن كل الأمور الجدلية وكل القرارات الجدلية بتروح لحكم الفار وبالتالي لازم يكون حكم لعب مباراة أهل كتير لعب مباراة زمالك كتير لعب مباراة إسماعيل كتير يستطيع أنه يتخذ قرار صحيح لأن الفار مهم جدا خلال هذه الفترة بدر بنون يخضع لمسحة جديدة خلال 48 ساعة بسبب كورونا إن شاء الله ربنا يومه بالسلامة ويعود سالما غانما للنادي الأهلي